أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية أنها تحترم القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة بالمقاطعة الدبلوماسية لدورة الألعاب الشتوية المقررة في بيكين الشهر المقبل وأعرب متحدث بإثم اللجنة الأولمبية الدولية عقب الإعلان عن الموقف الأمريكي عن ارتياح الهيئة الدولية الأولمبية لعدم تأثير هذا القرار على مشاركة الرياضيين الأمريكيين ويأتي قرار المقاطعة الأمريكية بعدما أمضت إدارة البيت الأبيض أشهر عدة في محاولة التواصل إلى الموقف الأنسب حيال الأولمبياد الشتوية دولة تتهمها واشنطن بارتكاب إبادة في حق المسلمين الأيغورة في شينجيانج في شمال شرق السينة